موسيقى السلام عليكم أخوتي إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله الصحة تكونوا بس مرحبا بالجميع وبرك الله فيكم على الدعم سواء عن طريق الاشتراك أو كومنتر أو الجامب بارك الله فيكم خوتي ونتمنى أن يتفرج جديد خوتي يساهم في هذه القناة واشتراك معنا ونبدأ الموضوع اليوم عن بليلي وعن اللاعبين الذين طلبوا من جمال بالماضي يشوفوا لهم كونتراتها ونبدأ بالليلي خوتي هنا كما نقولوا جمال بالماضي يهدر وهدرته كانت يعني فيها كل شي بما يخص يوسف بليلي وهدر عليه لأنه ركيزة أساسية في المنتخب الوطني الجزائري ومن أفضل أنا سابق لي بدرت موضوع أنه من أفضل الأجنئ حالي ما نروع للمنتخب الجزائري رغم تمثيله للمنتخب الجزائري في مباراية قليلة ويعتبر من بين اللاعبين المحبوبين جماهيريا الخوتي سبحان الخوتي كي تشوف جمال بالماضي يهدر عليها بذيك الحصرة تعرف أهمية هذا اللاعب الجمال بالماضي وطاكتيك وكما نقوله الخطة تجمال بالماضي ثانيا هدر على الانطوراج التاعه وأهمية الانطوراج كي يكون عندك الانطوراج جمال سوف ترجع تبعده في بلاستك يعني شوف راطيت مستقبل الكوراوي مع المنتخب الوطني إن شاء الله نتمنى أن يرجع لكن تشوف الظروف وتشوف العقد التاعه وتشوف المطالبات المالية التاعه وتشوف كل الاخر كي يسمى لي خوتي المنتخب الفارق السعودي طالب 4 ملايين أورو يعني كي تشوف كل بقاتي شمال أفريقيا لطيق تجيب كي يسمى الطيق تجيب يوسف بليلي أو الاندية الجزائرية يشوفوا كيف يدير مع الاتحادية لكن يا تورا كان اندية الجزائرية خوتي الطيق تدفع مبلغ 4 ملايين أورو كي يسمونه للسعودية هذه فيها كي ما نقولوا جيبون سبا ما نتمنى أن يسلك من هذه الموضوع كي ما نقولوا الوضعية ويسنية في أقرب وقت في الدوري الجزائري الدوري الموزنبيقي المهم يسني ويلعب نتمنى أن يسني ويلعب يسني ويلعب وعنده بلاسة حساسة في المنتخب الوطني الجزائري وفي الماضي لا أعرف حتى يعرف أهمية عيوسف بليلي قال لك من أحب اللاعبين للجمهور الجزائري وعنده إمكانيات كبيرة وعنده على الانطوراج مالو غزمو كي ما نقولوا هلك اللاعبين والزوار كي ما نقولوا هلك بزاف مواهبة هلكم الانطورات إضافة إلى دور الوالدين قال لك بمعنى كان الوالدين ليس الوالدين الذين يحبون المصلحة مقادر من كثرة التي تبغي بولدك أو بولدك أو تبغي ببيك كما نقولوا كما نقولوا كما نقولوا وصلت الأمور وصلت إلى حاجة لا تطاق نحن نتمكن من الليلة لكن ما شاء الله لديت عمراء وصلت لك كما نقولوا وصلت لك مشكلة وعانيت وقعدت عامين بدون لعب وافتقدناك في الملاعب إن شاء الله بربي تريد روحك وبركاك كما نقولوا الجشع المالي المهم دقائق اللعب ولا بغيت تدير درام كن قاعدت في الخليج تخلص بيان عندك صالة أربيان وعندك دقائق لعب وما كنت تلعب في السعودية وجمال بالماضي كان يجيبك هذه حاجة نقول لك المشكلة الأكبر هي عقود اللاعبين خاصة الجزائريين يجب أن تقوم بمحامي لا يجب أن تقوم بمحامي يجب أن تقوم بمحامي يقرأ العقد قبل عام ويفهمك مثلا اثنين تتعلم كما نقول تريد أن تتواجد هذا العقد يخبرك ما ستجعله مثلا ويجب أن تتعلم ما ستجعله ما ستجعله ما ستجعله زر تقوم بمحامي من المنظمة وانتقوم بمحامي وانتقوم بخصوصًا لا يجب أن تقوم بكما تتعلم مقفوصًا لا يجب أن يكون محامي لا يجب أن يكون موحامي ، لا تقوم بمحامي لا تقوم بكثير جمال البواب إما يكون المناجر ومحامته ممتازة ومعاركك في المحامة إذا انه تقوم بعمل فريق ممتازة أبسط الأمور بلوكي خاصة في عقود اللاعبين نرى كما ميسي كما نايمار لديهم ماناجير مختص بالانتقالات ماناجير مختص بالإشهارات ماناجير مشعير مختص بالديبلازمو لديهم شركة محامة الدفاع عليها ترى احتراف في كل الميادين هذه اللي كنا نحاول وصلها لجوارتنا ان شاء الله بربي نتمنى من جوارتنا يعرفوا يسطروا المستقبل لتاحهم ويسطروا لتاحهم بدون حاجة لأي واحد وان شاء الله بربي كما قالك ثاني يعرفوا قيمة العقود ويعرفوا قيمة كيف يقولوا يعرفوا قيمة الفيرق اليوم يلعبوا فيها ويعرفوا قيمة حاجة المنتخب وحاجة بالماضي لهؤلاء اللاعبين وان شاء الله بربي تتسقم الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة